شرح مودة مينكرافت ومعكت شايفة السلسلة هذه يرجعي تابعها الفائدة من هذه السلسلة أنه أنا رح أشرح كل مود مستقل بالتفصيل عكس مودة مينكرافت لا، هاشرح الشيء اللي أنا هستخدمه في اللعب فقط لكن هنا هاشرح كل مود بالتفصيل والشيء الثاني، في بعض الناس يبقوا شرح مود معين فقط يعني جاسين يلعبوا مثلاً في دير وولف ويبقوا شرح مثلاً بالتاني الحال وفرح يلاقي له شرح مستقل في السلسلة شرح مودات مينكرافت طيب المود اللي عندنا اليوم اللي هو آيرون باكباك المود هذا عبارة عن الشنط ولكن ما هو مجرد شنط الشنط بطريقة مختلفة شوية طبعاً في عندنا ثلاثة خيارات من الشنط في عندنا اللي هو البيسيك اللي هو الأساسي في منه نوع واحد طبعاً إيش فائدة البيسيك هذه أو إيش فائدة الشنطة طبعاً ما يبقى لا شرح أنه أنت تخزن فيها ووقت ما تستخدمها تضغط رأي تكليك على الشنطة وتفتحها رح يطلع لك الأشياء أنت مخزن فيها طبعاً البيسيك باكباك مجرد صفين في تسعة خانات تسعة وعشر الله وأنا ما أنا متأكد لك إلا تسعة تسعة خانات فعندك تقريباً ثمانتعشر خانة تخزين هذا اللي هي البيسيك طبعاً البيسيك لها نضام أبغريدز معين خلوه على جمب شوية في عندنا اللي هو الايرون باكباك وفي عندنا اللي هو القولد باكباك وفي عندنا اللي هو الديمود باكباك طبعاً كل واحدة لها ميزاتها ولها خصائصها طبعاً ومن ضمن الخصائص وهذه اللي هي المساحة طيب في حاجة قبل شوية مرت علينا اللي هي وفي عندنا اللي بعدها وفي عندنا اللي هو وفي عندنا اللي هو وفي عندنا اللي هو او ادت ما لاش ايش الفرق بينها في عندنا اللي هو في تطويرات او خصائص تقدر تضيفها على الشمطة يسموها او 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 بشكل عام وكل upgrade راح يستخدم عدد معين من النقاط من النقاط على upgrade فهذه هي الاضافات كلها اللي ممكن هتلاقيها في المود راح اشرحها كل واحدة على حدة لكن حالياً بس عشان توصل للفكرة عندنا هنا في الصح في حالة قبل ما اخش في upgrade ستقدر انو تتسمي الشنطة حقيقة انا بسميها evilcraft اقدر غيرها مثلاً gaming shelter gaming shelter gaming shelter مجرد ان اضغط name وهيغير اسم الشنطة سماها gaming shelter basic اقدر ان انا اضيف الى 6 upgrade points او استخدم 6 upgrade points حالياً ما انا مستخدم اي upgrade point لكن لو اضيف الشنطة لو اضيفه مثلاً عندي هذا اللي هو بعد ما اضيفه بعد ما اضيفه بعد ما اضيفه اللي انا اضيفه على الشنطة راح يطلع لي طبعاً هذا يقول اي upgrade part وتضعط عليه shift راح يطلع طريق وظيفته وراح يعطيك تكلفة اللي هي قديش هيستخدم وحيعطيك طبعاً ال cost اللي هي قديش هيستخدم يعني هنا حالياً انا ما عندي اي upgrade point مستخدمها لكن بعد ما اضيفه راح استخدم اثنين من اصل 6 بعدين عندنا اللي هو المنمم تير اللي هو الشنطة اللي ممكن تستخدمها يعني حالياً هنا المنمم تير basic backpack يعني اقدر استخدمها لكن في بعض بعض التطويرات ما تقدر تضيفها الا على الديامود مثلاً باختصار ففايدة اللي هو damage upgrade زي ما تشعفين تاحد اعطاني damage bar ايش فايدة damage bar هذا ال damage bar هذا راح يتقد ايش الشنطة مليانة فلو اشيل كل هذا اللي هنا زي ما تشعفين صغيرة damage bar لو اضيف مثلاً ابغى اضيف اكثر من كذا اعبي مثلاً الشنطة بكل بساطة راح يتحول للون اخضر زي ما تشعفين معناته انه ال backpack مليانة full فهذا باختصار فايدة اللي هو damage bar upgrade ضيب قبل ما اكمل في شرح ال upgrade في عندنا في ال control هنا خانة iron backpacks او المودة اللي احنا حالين نلعب فيه في عندنا زرين في عندنا اللي هو equip backpack وفي عندنا اللي هو open backpack طبعاً هذه الزرين تعتبر اختصار الزر الاول اللي هو تحط الشنطة على ظهرك والزر الثاني اللي هو تفتحها وتقفلها وقت ما تبغى بزر معين ما يحتاج ان انت تحطها في ال inventory عندك ما راح تستخدمها حالياً لان انا مستخدمها حالياً في شي ثاني بس مجرد المعرفة او او اذا تبغل تعرف او عشان اشرح المود بشكل كامل طيب حالياً لو ابغى اشيل ال upgrade هذا مجرد ان انا احط upgrade او الشنطة مع upgrade اللي فيها في crafting واضغط او اسحابها من crafting واضغط اللي هو upgrade ارجع ليا طيب في عندنا upgrade ثاني اللي هو eternity upgrade قبل ما اشرح το eternity upgrade هذا في زي منتم لحظة في عندي آآ نوعين من ونوعين من ونوعين من لكن عندي نوع واحد فقط من ايش الفرق بين كل نوع ونوع في عندنا اول شي اللي هو فينا كل كل وحدة فيها وفيها ايش الفرق بينها طبعا زي ما شرحت لكم بشوي انه في عندنا وفي عندنا في عندنا في في الابغريد او الايرون باك باك اللي هي نسخة الابغريد وحضر لي pergi ايش الفرق طبينا طبعا لايش ما اخذ هذه ورايها العاصي الفرق انه في الايرون باك باك العائدية في عندك ثلاثة صفوف فتسعة لكن في فالسطوريج باكباك عندك أربع صفوف في تسعة هذا هو الفرق الوحيد فقط أو الميزة الوحيدة للسطوريج باكباك طبعا في فرق في الوصفة يعني يتوقع الستوريج أسهل من من الابغراد الله أعلم ما أنا متأكد خلينا نشوف الوصفة الوصفة هنا صندوق والوصفة هنا تحتاج باسيك باكباك فتقريبا أسهل المهم معلن حاليا ما راح نستخدم الستوريج باكباك هذه مجرد للشرح لا غير فهذا الستوريج راح خليها كلها على جم لنحن ما راح نستفيد منها طيب خلينا نيجي على الاترنتي الاترنتي هذا فائدة طبعا حيستخدم خمسة upgrade points تقدر تضيفه على أي باكباك لأنك المينيموم تير اللي هو الاسيك باكباك ما راح تقدر تضيفه على أي باكباك الاترنتي هذا لو انت مت وحط الإضافة هذه في الشنطة حقتك الشنطة حقتك ما راح تطيح في العالم ولا راح تطيح في القبر راح ترجع لك معاك في الانفنتوري هذه هي الميزة طبعا في لها عب أنه لو مت على الاترنتي هذا راح تختفي من الشنطة ورح تحتاج تسوي له مرة ثانية وترجع تضيفه على الشنطة مرة ثانية طيب في عندنا زي ما قلنا خانة اللي هي الـ هذه لها معينا اللي هو الـ حاليا نحن عندنا اثنين اه ما لاش عندنا اثناشر upgrade points نقدر نستخدمها لو اضيف اللي هو الـ additional upgrade points راح يطلع لنا 13 طبعا تقدر تضيف اقصى شي اثنين فلو اضيف واحدة زيادة زي ما تشايفين حاول لي اياها اني انا اقدر استخدم اه اربعة عشر اه اربعة عشر points او اربعة عشر upgrade points لكن حاليا ما راح اقدر اضيف اي additional upgrade points فانا حاليا راح طبعا ما اقدر اشيلها هذي مشكلة اه ما علينا ما راح تفريق معها لانه هذا بس مجرد لغرض الشرح طيب الـ upgrade اللي بعده عندنا اللي هو basic filter upgrade طبعا من اسمه واضح filter ultimate كيف filterه طبعا راح استخدم ثلاثة upgrade points خليني اضيفه وريكم هذا اللي هو الفلتر لو تضغط shift right click اللي هو نفس الطريقة عشان تغيير الاسم راح تطلع لك هنا خانة جديدة اسمها basic filter upgrade ايش فايدتها؟ خليني نقول انه انت مثلا تبغى تروح mining مثلا او جايبك مليان كبلستون وتبغى مثلا شنطة معينة تشلة الكبلستون من تلقاها من تلقاها من جرد ان انت تحط اللي هو basic filter upgrade تبغى او اي ايتم تبغى انت الشنطة تسحبه من دون ما انت تحطه في الشنطة راح تحطه في الخانة هذي هنتبغى مثلا كابلستون ريدستون او granate مثلا تبغى تحطه جرد ان انت تحطه في الفلتر حاليا لو ارمي اي حاجة هنا في الـ ما انا نصلى على محمد في الارض راح تنسحب وتخش على الشنطة مباشرة من يوم ما امر عليها هم تشعفين حاليا اختفت من هنا نرمي هاذي برضو ونرمي هاذي ونرمي هاذي مفروض حاليا من هي تخش على فين على الشنطة مباشرة زي ما انت شايفين مباشرة مدومة سوئية هاي اضمان مفيدة جدا للمائنينج حاليا عندنا اكثر من فلتر في عندنا اللي هو ما انا ابراح اننا مستخدمين في الشنطة يعني عالعموم في اكثر من نوع من اللي هو الفلاتر اه في عندنا النوع هذا اللي هو di feltr.Offuntions.erod framework في عندك مودات كثيرة تضيف لها نوع معين مثلاً من الكبر أو النحاس زي ما تشاهدين في عندنا هنا ثرم الفونديشن في كبر أور فيه من أميرسرب إنجنيريينج نفس الشي كبر أور وفيه نفس الشي من إندستري كرافت وفيه نفس الشي من ريل كرافت لكن لو أنا حطيت في البيسيك فيلتر حق ريل الكرافت اللي هو اللونه أخضر ومثلاً رحت ماينينج ولقيت مثلاً أكثر من النواع خاينقول مثلاً لقينا هذه النواع كلها اللي بيها في الأرض وأنا حالياً مجرد إننا نفلتر فقط اللي هو تبعي الكرافت فلو أخدت أكثر النوع هذه كلها ما رح يأخذ إلا النوع الأخضر اللي هو تبعي الكرافت الباقية كلها ما رح يأخذها فكيف نحل هذه المشكلة إنه إحنا نحط نحط هذه ما هي في البيسيك فيلتر نحطها في الأور ديكشناري فلتر فلو نضيف هنا أور ديكشناري فلتر فهذا الطريقة نرجع نفتح مرة ثانية زي ما شايفين في عنده هنا أور ديكشناري فلتر أحط نفس النوع مرة ثانية اللي هو النوع الأخضر والتبعي الكرافت في الأور ديكشناري فلتر حالياً أي نوع من النوع الكابر طبعاً في أكثر من نوع أحياناً في بعض المودات أو بعض المدباكات ما عليش في أكثر من نوع تلاقي فرح يأخذها كلها ورح يحطها في نفس الشنطة هذا باختصار اللي هو الأور ديكشناري طبعاً ما هو بس الكابر في عندك الكابر في عندك الحديد في عندك الذهب في عندك إشاء جداً كثيرة ممكن تلاقي منها أكثر من نوع طبعاً الحديد والذهب ممكن لا لكن عندك الليد اللي هو الرصاص عندك اللي هو الزنك بشكل عام يعني باختصار أكثر من أور حتلاقيها في أكثر من مود طيب حالياً هذه خلصنا منها راح أشيل طبعاً حالياً اللي هو الأور ديكشناري عشان ما يسوي لنا زحمة هذا اللي هو آه هذا البيسيك فلتر آه صح صح عشان بس توصل لكم الفكرة آه في هنا حالياً عندي زي ما تشافين في عندي أور ديكشناري فلتر وفي عندي البيسيك فلتر لو حطيت في اليسار على حصة البيسيك فلتر صح عشان ما تشافين موجود اول اول فلتر في الخانة أول حالياً عندي أول فلتر اول فلتر لو حطيت أول باكمباك هنا راح أشيل لي باستك فلتر ان لو حطيته هنا راح أتشيل لي بسيك فلتر اللي بعده اللي هو الفزي فلتر طبعا في مود مينكرافت ممكن تمور كثير على على لوتس مستخدمة زي البول مستخدم زي السيوف المستخدمة حتى في مينكرافت العادية وخلين نقول ان احنا عندنا اللي هو البيسيك فلتر حطلو مثلا يجمع البول العادي مثلا تمام ولقينا اكثر من بو بو عادي و بو مستخدم الباك باك ما رح يشير الا البو الجديد ما رح يشير المستخدم لانه هذا في عليه ديميج رح يتغير فكيف نحل هذا المشكلة باختصار عن طريق الفزي فلتر رح نضيف الفزي فلتر بهذا الطريقة رح نرجع هنا مرة ثانية نحط هنا الفزي فلتر نحط البو في الفزي فلتر حاليا رح يشيل النوعين كلها اللي هي المدمج والعادي زي ما شايفين ان شاء الله الاثنين كلها تمام نرجع نشيل مرة ثانية الفزي فلتر ما نحتاجه نرجع هنا اللي بعده عندنا حاجة اسمها ماينينج فلتر ايش فايدة الماينج فلتر الماينج فلتر من اسمه هيشيل لك اي حاجة من الماين يعني مثلا كبلو ستون ريد ستون ايرون ايرون كوالد هادي كلها الاشياء اللي متوقع انه انت تحسبها كموارد او كاشية ممكن ان انت تسوي لها ماينج رح يشيلها طب خلينا نجربه نضغط shift route click طبعا هذا basic filter العادي لكن لو نضيف اللي هو mining filter طبعا راح يعطيك خانة جديدة اللي هي ال mining filter upgrade لكن انت ما راح تحتاج تحط فيه اي شيء هذه مجرد الاضافة زيادة لكن حاليا حتى لو ما حطنا لو رمينا كبلستون و رمينا راح اسحبها كلها ويحطها طبعا ما عليش ما راح يشير الكبلستون راح يشير مجرد الموارد اللي هي ال redstone وال iron خلنقول مثلا لقينا مثلا ديموند لقينا مثلا ديموند تمام نرمي ديموند نمر من فوقه زي من شايفين جاني على طول على الشنطة فهذا باختصار فايدة اللي هو الماينينج نرجع نشيله زي اول هذا راح نحتاجه راح نحطه هين حاليا عندنا حاجة اسمها مود specific filter طبعا هذي لمودد ماينكرافت فقط ايه لو عندك بس هذا المود في في مينكرافت ممكن ما راح يفيدك كثير لو كنت لعب في مود باك راح يفيدك جدا كثير ايش فايدته طبعا من اسمه راح يشير لك اشياء من مود معين خلينا نضيفه وفاهمكم الفكر افضل اه حيطلع لك هنا خانة حيطلع لك هنا خانة كيف انا احدد مثلا انا ابغى بس الاشياء اللي من مود هي اللي تنشال في الشنطة مجرد انت تاخد اي ايتم من المود هذا تضغط رايت كليك على الفلتر راح يشير لك كل الايتمات من المود هذا فقط يعني مثلا لو عندنا حاجة ثانية من مود مثلا زي ما شايفين عندنا سوبر سيركيت ميكر لو مثلا رميت هذه الاشياء كلها هذه كلها من ستوريج درور ما عدا هذا الشي اللي هو السوبر سيركيت ميكر ما هو من ضمن المود فلو امر من فوق الايتمات هذه كلها زي ما شايفين حطها كلها في الشنطة ما عدا هذا الشي لان انا ما نحطه ضمن الفلتر وارمي ورح يرجع يدخلوا مرة ثانية في الشنطة مختصار شديد جدا طيب يبقى لنا الحاجة واحدة اللي هي الادفانست مو حاجة واحدة مبين الفلاتر اللي هي الادفانست فلتر اوبغريد هذا ما فائدته هذا طبعا ما راح تطبقه الا على الدايمون باكباك ما راح تطيفه الا على الدايمون باكباك طبعا من اسمه ادفانست يعني افضل فلتر ممكن تلاقيه زي ما تشعفين في عندك خانات جدا كثير من الفلاتر في عندك تقريبا عشرين فلتر او حاجة زي كده او خمسة عشر الله عالماني متأكل لكن جدا كثير زي ما تشعفين في عندك برضو تقدر تختار اللي هو الاكزاكت ماتشن يعني بالضبط تقدر تختار فزي اللي حتى انها منول تقدر تختار هذه كلها تختارها مجرد ان انت بضغطة زر اختصار بضغطة زر طيب اه في عندنا فلتر اسمه فلتر طبعا من اسمه فلتر راح يشل لك اي حاجة معلاش مو هنا اخيرا نضيفه على الشنطة راح يحذف لك اي حاجة انت تحطها في الفلتر ايه مثلا انا رايح مينيك ما اقبسهم عندي كبسهم كفاية في ال بيس عندي مجرد ان احطه في الويد اوبغريد ايش راح يسوي راح يحذفه من العالم تماما كأنه عندك سبال الله يكرمك ورح ترميها فيك او كأنك ترميه في لافا هذا الفكرة باختصار راح يرمي لك اي حاجة تحددها في الفلتر يحذف لك اي من العالم تماما مفيدة جدا للمينيك خلينا نشيله احنا ملاش لانه ما نبغى يحذف لنا اي شيء بالغلط في عندنا اللي بعد اللي هو البطن اوبغريد راح يضيف لك بعض الازارير في الشنطة صراحة جدا مفيدة لكن على حسب استخدامك وكيف طريقتك للعب عندك اللي هو الاس اللي هو السورتينج خلينا نقوم مثلا عندك اشياء جدا كثير وملخبطة راح يبدأ يسوي لها سورتينج يعني تصنيف راح يبدأ يرتب لك اياها طبعا اتوقع بالالفابت حاجة زي كده وبالعكس الله اعلم كيف الطريقة بالضبط الله اعلم لكن راح يبدأ يرتب لك عندك ملخبطة مثلا عندك هنا داياموند هنا داياموند هذا ملخبطة كده راح يبدأ يرمع لك هيا كلها في ستاك واحد هذا اللي هو السورتينج وفي عندك اللي هو اللي يشيل ويخزن يحاوليكم ياپ صلييني ارمي هذي في عندك اللي هو خلينا اخذ كم حاجه مرة ثانيا ما لش في عندك اللي هو الاشياء حاي يسحب لك من الا زي ما تشايفين حاسحب لك من الانفنتوري على الشنطة و هاده راح يسحب لك اه من هذه الانفنتوري هذا سيسحب لك فقط من هاتباره هذا سيسحب لك من الانفنتوري وفي عندك هذا العكس سيسحب لك من الشنطة على الانفنتوري حقك تمام؟ هذه اللي هي وهذا اللي هو الابغريد حق الابغريد تمام؟ رح نشيله بس انا اقول خلي نشيله في عندنا الحاجة الثالثة اللي هي الريستوكين ابغريد الريستوكين ابغريد صراحة جدا رحيب للناس اللي حانا يروحوا ماينينغ او ينسوا أكلوا ينسوا يعبوا الترشات ينسوا ياخذ معون كابل استور هذا اللي هو الريستوكين ابغريد مجرد ان انت تطيفوا على الشنطة تمام؟ Ähm ددقيقة هذا ليش ما ييجي هنا؟ اه يجي ايش بيانا اه ايش فائدته تختار شيء معين يعني مثلا لو حطينا مثلا هنا اه كبل ستون خينقول مثلا تورش برضو اه تورشات مثلا وكبل ستون هي الاشياء اللي ممكن مثلا ان انت تحتاجها دائما تنسى اه تاخذها معاك خينقول مثلا حطيناها هنا كبل ستون حطينا هنا حطينا التورشات هنا نحط برضو هنا تورش حط حبة واحدة هنا نرجع هذي هنا نرجع حبة هنا تمام هنقول استخدمت التورش زي ما تشافين ايش سوالي عبالي على طول استخدمت حبة ثانية اول ما يخلص الاستاك اللي عندك خينقول مثلا باقين انا حبة واحدة زي ما تشافين رجع لي ستاك كامل فهذه فايدة طبعا ما راح يعطيك لان نهائي لحسب ما انت حاط في الشنطة حاط في الشنطة ستاك ستاكين لحسب ما انت حاط راح يرجع عبالك طبعا نفس الوضع اللي هو الكبل ستون بقى لك حبة واحدة استخدمتها وحطيك ستاك كامل طبعا برضو مفيدة للبناء مثلا قعدت تبني اللي هو سبونر ايه سبونر مثلا راح يفيدك جدا كثير هذا اللي هو الريستوكين في عندنا برضو اللي هي الكومبريشن والسمور كومبريشن وفي عندنا الدي كومبريشن ايش الفرق بينه وبين بعض اه خلينا اوريكم لو عندنا حاليا مثلا كومبريشن اضفناه هنا طبعا ما ليش في ملاحظة في اشياء اه ما شرحتها منه واللي عندنا اللي هو الكون فادي بعض الاشياء يعني مثلا ما راح تقدر تضيف اه فزي فلتر وفلتر وبيسيك فلتر ومود سبسيكيشن فلتر لي لانه هذي كلها تعتبر الكونفجرابل كونفجرابل يعني ايش يعني اشياء ممكن ان تتتعدل عليها الفلاتر ممكن ان تتعدل عليها تضيف شيء تشيل شيء فالكونفجرابل ابغريد يوز ما راح تقدر تضيف الا ثلاثة في الايرون باكباك وثلاثة في الجولدين باكباك وثلاثة في اللي هو الديمون باكباك فهذه من ضمن الاشياء اللي راح تخلي المود احلى انه انت ما راح يكون عندك باكباك خارقة او يعني تقدر تسوي كل شيء انه في اشياء راح تشرح لكمها بعد شوية هتعتبر جدا 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 رهيبة لكن ما راح تقدر تعدل عليها اكثر من كده فحاليا لو اضفنا اللي هو الكمبريشن ابغريد ايش فايدت الكمبريشن ابغريد طبعا نطلع لك انها خارج جديدة هاي تعتبر من ضمن الكمبريشن ابغريد سي من شايف حاليا نستخدم اثنين كمبريشن ابغريد ايش فايدتها طبعا زي ما تعرفين في بعض الاشياء في مود من كرابت زي مثلا الريد ستون ممكن انا احوله على بلوك ريت ستون فهذه مجرد اني انا احط الـ 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 احط الـ هنا اي حاجة راح اشيلها فيها فيها الـ مثلا لو شلت الـ هذا ايش راح يساوي راح حوله على بلوكات مباشرة دقيقة اتوقح اني لازم اضيف مع الفلتر اول شي اشوف اول اني لازم احطه بلوك صراحة ناسية خلني انتأكد زي ما شون شايفين لو شلته حاليا راح حوليها مباشرة على بلوكات لكن من ضمن عيوبه انه انت لازم تستخدم معه اللي هو الـ في عندنا شي ثاني اللي هو خلينا نشيل هذا بس اللي هو العكس قبل وقبل العكس في عندنا اللي هو هذا الـ اللي عندنا اللي هو الـ راح يحول لك الاشياء اللي هي اثنين في اثنين مثلا عندك اللي هو الـ الـ غلو ستون لا لا ما نبغل البلوكات ما ليش نبغل اللي هو الـ اه لو اضيف الغلو ستون هنا في الـ اضيف اول شي اللي هو الـ الـ اضيف شفت اضيف هذي هنا مع ايش راح يسوي لي راح يحول لي الاشياء اللي اثنين في اثنين يعني هنا ثنين في اثنين راح حوليه على اه بدل بدل تحين لو امر من فوقه ايش راح يسوي راح حوليه كلها على اه هذا اللي هو الـ الـ في عندنا حاجة اه ثالثة يعني عكس الاثنين الاولى كلها عكس الاثنين الاولى كلها اللي هي اسمها ايش فايدتها راح تعكس حاليا عندنا هنا وبلوكات غلو ستون طبعا غلو ستون ما راح تقرر تسيبه ما راح تتحوله في الكرافتين مثلا عندنا اللي هي البلانكس مثلا هذي اللي هو الاوكود حطيتها هنا في الدقيقة انا منولة باضيفه في الشمطة وانسى لو اضفته هنا في الدي كومبريشن احطيت اوكود وحطيت اللي هو البلوكات غلو ستون في الفلتر احطيت كده معلش بهذا الطريقة ايش راح يسوي راح حول لي بلوكات غلو ستون راح يحول لي الاوكود الى اوك بلاكس اعلى باختصار الدي كومبريشن والسمول كومبريشن والكمبريشن اوبغريد طيب اه راح نجي على اوبغريد جدا 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 رهيب اللي هو النستنج اوبغريد لو اضفته على الشنطة اوك باك 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 ايش راح يجعل اعطيني خيار ان انا اقدر اول شيء لو اضفت اضيف شنطة في شنطة عندي هنا اضيف فيها شنطة ثانية ما راح اقدر عادي شيء غير مقبول اذا انت ما عندك النستنج اوبغريد لكن اذا حطيت النستنج اوبغريد اتوقع لجميع فهم ايش راح يصير راح اقدر ان انا اضيف شنطة داخل شنطة انا اشبه هذا ما انضاف اه نستنج اوبغريد ايش راح اقدر اضيف ونيروف عادي شيء وهو الايرون باك باك اوغ راح نخفضنا في الشرح خلين رجعوا في الايرون باكباك. ولا اقول لكم خلوه احسن في الايرون باكباك لاني انا بشرح كمي حاجة. اضفت في الايرون باكباك طبعا اه رح ياخد ثلاثة رقاط من الايرون باكباك ما هي جدا كثيرة لكن صراحة جدا مفيد الايرون باكباك راح اقدر وصل له. طبعا انو عندك باكباك داخل الباكباك ايش راح تقدر تسوي? لو تضغط على الايرون باكباك تقدر تخش على الباكباك نفسها من دم ما تشيلها يلي ما يحتاج ان انت تخرجها وتخش عليها لا. من جرد ان انت تخش عليها راح يدخلك على الشنطة مباشرة. هاي فايدة جدا رهيبة. اه طبعا انت تقدر تضيف اكثر من باكباك ما هي مشكلة لكن ما تقدر تضيف نفس التير او تير اعلى. يعني الدايمد ما راح تقدر تضيفه ولا القولد ما راح تقدر تضيفه. تمام? اه هذا الشيء. الشيء الثاني في عندنا يعني حاليا الحظة للنو مربع باكباك نو مربع باكباك ، لا راح نقدر نضيف اللي هو الهذا المربع باكباك لكن لو اضفنا اللي هو الادفانست نو مادو الايرون باكباك. طبعا راح يستخدم حوانتس اكثر وجهاجحك اكثر ايش راح يصير؟ راح اقدر اضيف نفس التير و راح اقدر اضيف تير اعلى برمه هذا اللي هو الـ Advanced Nesting Upgrade نفس الوظيفة لكن مجرد انه راح يعطيك قدرة ان انت تضيف حتى التير اللي اعلى يعني حتى الـ Gold وحتى الـ Diamond تمام؟ هذا اللي هو الـ Advanced نيجي على الـ Depth طبعا انت حاليا لو عندك شنطة عندنا هذه الشنطة عندنا هنا اللي هو الـ Golden هذي فيها نستنغ مو نستنغ بيات خينقول مثلا فيها فيلتر حطينا فيها فيلتر خينقول basic filter مثلا تمام؟ ابا ضيف هنا basic filter تمام؟ اه وابا احط الـ basic filter هذا ابا احط فيله كبل ستون تمام؟ في عندي هنا اه في الشنطة هذي ابا احط الـ Golden الـ Gold Backpack طبعا حاليا راح تعتبر باك باك داخل باك باك لكن لو ما نحاط الـ Depth هذا خليني ارمل كبل ستون ايش راح يصير؟ راح تجاول الياه في الـ Inventory ليش؟ لاني انا ما نحاط لا filter هنا ولا filter هنا ولا فلتر هنا ولا نحاط الـ Depth upgrade لانو حاليا شنطة داخل شنطة ما راح تفعل الخاصية إلا إذا أضفت اللي هو Depth upgrade خلينا نضيف Depth upgrade ونشوف Depth upgrade حاليا لو نرمي كبل ستون ايش راح يصير؟ basic filter upgrade دقيقة تأكد ايو تماما بس ما راح اول ما زودت مجرد انو انت تحط اللي هو الـ Depth upgrade راح يفعل لك اي خاصية موجودة داخل الشنطة هذه حيثنا هذي فيها filter upgrade فازي filter راح تكون مفاعلة راح يدخل ايام باشرة على الشنطة اللي داخل الشنطة ما اتوقع ان شاء الله تكونوا فاهمينها بس ما تكون مضيعته زي ما تشافين حاليا ندخلها كلها على الشنطة هذه اللي هي الشنطة اللي داخل الشنطة هذا الاختصار اللي هو الـ Depth upgrade طيب باقي اخر 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 اللي هي اثنين طبعا هي نفس الوظيفة لكن بتخصيص معين دخليني ارمي هذي معليش تمام اللي عندنا اللي هي الـ Quick Deposit وعندنا اللي هو Precise Quick Deposit ايش هالفرق بينها عندنا اللي هو الـ Quick Deposit حاليا لو حطيناه على شنطة تمام حطيناه على هذه الشنطة خليني نقول انه انا نزلت حلو وعندي ايتمات كثير في الشنطة مثلا Gold الاشياء هذي كلها كانت عندي في الشنطة ما ابغى افك الشنطة وارجع ادخلها في الـ Inventory وارجع مرة ثانية في الـ Chest وارميها في الـ Chest لا مجرد انه هي حاليا عندي في الشنطة وانا ضايف الـ Upgrade اللي هو الـ Quick Deposit مجرد انه اضغط Shift Right Click على الـ Chest وارجع مرة ثانية في الـ Chest وانا خليني نخلص لي ولك اذا اضغط كل الأيتمات اللي في الشنطة رح يضيف لي اياها في الـ Chest حلوث انه انا عندي مرد التجارة مرد التجارة خليني معينة للايتمات الثلاثة وانا نخلص Stain وقبلان ورد ستون وغولدن اور وايرون اور ما ابغى اللي هو الـ Granite الله أعلم كيف نطقها لكن ما أبغاها تكون موجودة في الـ Chast هذا بسيطة جدا مجرد اني انا احط اللي هو الـ Precise Quick Deposit اللي هو هذا خلينا اشيله اللي Quick Deposit العادي هذا رقم أربعة اضيفه هنا راح يشيله الـ Quick Deposit واحط اللي هو الـ Precise Quick Deposit راح يشيل لي بس الأيتمات اللي موجودة في الـ Chast هذي يعني انا حاليا عندي Granite ما راح يشيل ما راح يحطه في الشنطة لو ضعط Shift-Ride Click زي ما تشايفين الـ Granite موجود في الشنطة لكن الأيتمات الباقية كلها دخلت في الصندوق هذي لانه الصندوق هو اساسا شيله الأيتمات هذي هذا باختصار الفرق بين الـ Quick Deposit و Precise Quick Deposit طبعا هذا شرح المود باختصار ما هو باختصار معلش بالتفصيل أتمنى تكونوا فهمتوا الشرح معي إذا في نقطة معينة ما فهمتوها أو تحتاجون إلى شرحها من جديد أتمنى تكتبولي في الكومنتات إذا تبقوا شرح زيادة وتبقوا مودات معينة اكتبولي إياها في الكومنتات وإذا عجبكم الشرح لا تنسونا من Like لا تنسونا من Share and Subscribe ونشوفكم في شرح جديد سلام اشتركوا في القناة